هنّا اسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نايب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب ورياض رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى رئيس هنّا رئيس وأعضاء مجلس ومنتسبي إدارة نادي المحرق الرياضي والثقافي بمناسبة تحقيق الفريق الأول بالنادي لقب كأس خليف بن سلمان لكرة السلة وذلك بعد فوزه في المباراة الهائية على حساب فريق نادي النويدرات أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أن الكتيبة المحرقية استحقت الفوزة بجدارة بلقب كأس خليف بن سلمان لكرة السلة بعد أن نجحت في تقديم مستوى متميز ساهم في تحقيقها الفوز بـ 73 نقطة مقابل 58 للنويدرات مضيفا سموه أن الفريقين قدموا أداء مميز في المباراة النهائية خاصة بأنها تحمل اسم غالي على الجميع وهو اسم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله الداعم للقطاع الشبابي والرياضي في جميع المجالات والرياضات وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالمستوى الفني الكبير الذي ظهر به فريق المحرق في هذه المواجهة والأداء المميز الذي قدمه اللاعبون والذين استطاعوا من خلاله تحقيق هذا الانتصار والذي يعكس الجهود المتميزة التي تبذلها إدارة نادي المحرق برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن علي الخليفة وجميع أعضاء مجلس الإدارة لدعم الفريق وتهيئة كافة الظروف المثالية له لتحقيق هذه النتيجة المشرفة مشيدا سموه كذلك بالجهود التي بذلها الجهاز الفني والإداري واللاعبين في هذه المسابقة التي تكللت بمعانقة الكأس كما أشاد سموه بأداء فريق نويدراد في المباراة التي قدم خلالها مستوى رائع وممتع يليق بالنهائي ويدل على قوة الفريقين وأنهما استحقا الوصول لهذه المرحلة من البطولة والذي منحها قوة وتنافس وحماس بين الفريقين وبين جماهير الناديين متمنيا سموه لفريق نويدراد حظا أوفر في المسابقات المقبلة وثمن سموه الدور الكبير الذي يقوم الاتحاد البحريني لكرة السلة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة في تنظيم هذه المسابقة التي عكست اهتمام وحرص الاتحاد على رفع المستوى العام للمسابقات والذي يسهم بتطور وتقدم مستوى المنتخبات الوطنية متمنيا سموه للاتحاد التوفيق والنجاح بما يساهم في ازدهار كرة السلة البحرينية